تسعة دروس من نوال السعداوي قالوا أنت امرأة متوحشة وخطيرة قالت أنا أتحدث عن الحقيقة والحقيقة بطبعها وحشية وخطيرة هكذا قالت نوال السعداوي التي رحلت عن عالمنا جسداً لكنها لم ترحل ولن ترحل أبداً في واحدة هي واحدة من أكبر ألفونات الفكر الحر واستطاعت وحدها كشف عورة النوام الأبوي البطريركي الذي هيمن على مصير نصف المجتمع وعطلت طاقات النصف الآخر واستنزفها وما زال في خرافات لا أول لها ولا آخر ولا نفع ولا دفع والأخطر أن أغلبها ضرر في ضرر والواقع يشهد بهذا برحيلها فقدت نساء العرب والعالم صوتاً كبيراً لم يعرف يوماً التراجع ولا التخاذل ولا التحاول كانت محاربة وسط غابة من الرجال المغرورين برجولتهم وسلطتهم وأدوانيتهم ودينهم الذي ينتصر لهم والذي قدوه على قدهم وبما يرضي مزاجهم وشهواتهم خرجت من الريف وحدها وأصبحت طبيبة لكنها لم تكتفي بذلك راحت تجهر بالحقيقة المكروهة وسطهم جميعاً وبلغة واضحة ودقيقة ومحرجة كان يكفي قضورها في أي مكان لأن يسبب لهم صداعاً وقلقاً ورجة في عقولهم المتكلثة وهذا يفسر لماذا نرى في آراء نوالي سعداوي وأمثالها من المفكرين وناشطين وأناس أحرار نعتقد بأنهم لديهم آراء صادمة لماذا صادمة؟ نسأل ما الذي يصدمنا كشعوب فعلاً؟ التعرض مثلاً للثوابت كما يقول البعض؟ ولماذا نخشى على الثوابت؟ هي اسمها ثوابت ماذا يحصل إذا اصطدم الثوابت؟ ثم هل قدمت لنا هذه الثوابت شيئاً مفيداً؟ هل سعادتنا في إصلاح حالنا وتطويره؟ ثم من أين عرفنا أن هناك ثوابت؟ وأنها لا تتغير؟ وأن هناك ثابت في الدنيا طبعاً ثابت فعلاً وحتى الاختراض موجود ثابت من هذا النوع فلن نستطيع التمسك به لأننا نحن أصلاً متغيرين الثابت وهم خدع به رجال الدين والناس وكان في الأصل مجرد محاولة للانطلاق من موقف موحد المجتمع يتوحد ويتحرك لكن هذا لا يعني أن هذا الثابت يبقى غير قابل للمساس ولا التنغير والمعالجة وأنه كل شيء ثابت إنما تغير الظروف تتغير الثوابت لا يوجد شيء نهائي تجربة نوال السعداوي ترية وكبيرة جداً والمرأة لديها نوحة أرضائينا كتاباً لكن من خلال هذه المسيرة الحافلة اللي دامت يعني من تسعين سنة من كل هذه المسيرة الكبيرة أحاول أن أقدم لكم دروس من حياة نوال السعداوي الدروس تشملنا جميعاً سواء كنا نقف موقف إيجابي مع نوال السعداوي أو موقف سلبي أو موقف بين بين هذه الدروس أخصها بتسع دروس هي أولاً درس الثقة والتحدي درس لا تتوقف استمر درس الوضوح والدقة والألمية أو كنت صريحاً وواضحاً ودقيقاً الدرس الثالث درس الإنجاز ومواصلة العطاء أو درس استبدال الممكن بالمستحيل درس الرابع درس المواجهة والكشف عن عورة الواقع والقوة المهيمة عليها أو درس واجه ولا تتراجع درس الرأي الحر مقابل الرأي القر ولو هو الاشتراك مصحي لكن الرأي الذي يقر بكل ما هو سائب وليس بالرأي الداخل اللي يعني بيه حراً ولا تتبرأ بحقوقك ولا تتخلى عنها لآخرين الدرس السادس درس الحذر من المستقبل وليس الماضي أو درس احسب حساب ما سيقال عنك غداً درس التنوير حتى ما بعد الموت أو درس تعلم فن البقاء حياً ولو بعد الموت الدرس الثامن هو درس رفع هالة القداسة عن الدين ورجال الدين أو درس التحرم النهائي من المقدسات الدرس الأخير والتاسع أو درس الشامتين وهو لا تتشمت بالراحلين بل تذكر حقهم عليك وحقهم فيك أبدأ بالدرس الأول الدرس الثقة بالنفس الخاص بلشاطة فيما يتعلق بالمرأة النوال سألاوي تحدث المجتمع الذكوري بشكل صريح وواضح ولا يمكن كار أنها من أعلى الأصوات في هذا المجال في هذا الدرس قدمت نموذج للنساء جميعاً منحتهم الثقة مواعفة بالنفس وفي حياتها دعت النساء جميعاً للدفاع عن أنفسهم وقدمت طبعاً هي بنفسها نموذج لا يمكن التغافل عنه أو عدم الإشارة له النوال السعداوي بعد هذه المسيرة الحافلة أثبتت أمر خطير جداً غير مسبوق إلا قليلاً وأني إمكانية وجود فرد حقيقي يرفض التخلي عن إنسانيته ويتصدر لمن يحاول تجريده منها بل لا يكتفي بالله يقول لمن يواجهه أفق أصحى دافع عن إنسانيتك ولا تكون بوقاً كن أنت الإنسان الفرد الحر الكريم المؤتمد على نفسه والمتعكز على خصوصيته واستقلاليته ووعيه السعداوي ناضلت لعشرات السنين ضد سلطات مختلفة سلطات دينية وسياسية وسلطة المجتمع حولها كانت هذه السلطات دائماً تقول للجميع عليكم واجب كبير جداً وواجب الطاعة وأن عليكم أن ترددوا فقط خلفنا أنا أعبد إذن أنا موجود وليس أنا إنسان إذن أنا موجود كانت تطالبهم هذه السلطات الغاشمة المستبدة دائماً بمحاربة كل من يقول أنا إنسان حر إذن أنا موجود أبويا قال لي وأنا طفلة نقفي ربنا وكتبت له رسالة وأنا طفلة إذا كان ربنا بيقبل النقاش ويقبل النقاش يبقى الباقي نطاعهم لا أستطيع أنا لا أستطيع أن أطيع لأن الطاعة ضد الإبداع ما معنى الطاعة؟ يعني إلغاء العقل في فاق بين الطاعة والاحترام كيف ذلك؟ يعني مثلاً أنا معك دلوقتي أحترمك ولكني لا أطيعك إذا عرف أنه نقاش معكي صاحب عندي أسبوع ما نمتش قال اللي فعلته نوال بالضبط قالت أنا إنسان حر إذن أنا موجودة وعلى الجميع أن يحترم خصوصيتي ويستمع لرأيي ولا حق لأحد أن يفرض رأيه علي بأي أجة كانت بإسم دين أو بإسم سلطة أو بإسم قانون أو بإسم عرف أنا حر بنفسي لديك أفكارك وللي أفكارك ولا حق لك بأن تفرض علي رأيك وتقول أنت كافرة أو أنت ملهدة أو أنت متمردة أنا لا لم أؤذيك أنا حرة وأنت حر ولا حق لك أن تسلب حريتي هذا اللي خلينا نستوقف أزمة بعض المتدينين صارت مشكلة أن تقولون بأنها تابت عن كل ما كتبتهم كانوا نفسوا بأنهم كانوا يقفون ضدها فيبرروه يعني يحسبون الأمر أنها كانت على خطة وهم بقوا صح وهي تابت واتهل موضوع هي الفكرة هكذا نوال السعداوي أصبحت موجودة شيئنا ما بينه داخل كل أمرأة عربية وداخل كل إنسان حر ويحتاج على الأبودية اللي يرويشها إنه كهنة ومتحالفين مع الصنطة والهدف الوحيد واستغلالنا واستعبادنا هؤلاء يقولون لنا ليلة نهار ومتواجدين حولنا 24 ساعة في أبعد مكان في كل مكان التلجد الذي هم صومع أو جامع أو معبد ويمنعهم دخول أي شخص ينافسهم على المستوى الثقافي أو الحواري هؤلاء يقولون لجميع أن الأبودية طاعة مقدسة أن الأبودية هي واجب مفروض على الجميع وليس الحرية تخيلوا يعني متى أصبحت الأبودية مقدسة متى أصبحت طاعة مأيار لعظمة الإنسان وقيمتها كإنسان نوال أضاعت حياة المرأة العربية فتحت فتحة أيونها وجلتها تعرف قيمتها وحقها بالحياة الأهم من كل هذا أنها كشفت أيوب المجتمعات العربية والإسلامية ليس بشكل اعتباطي أنها بشكل علمي وإنساني ودقيق وحتى بالإحصائيات والأرقام هذا الكشف عجس الظلاميون عن مواجهته رغم تبروتهم وهيمنتهم على كل شيء وتبعية الملايين لهم لأنني أكتب للمستقبل فطبعاً الناس بتوع الماضي الذين يريدون أن نعيش الماضي أي أبوش كتباتي لكن الشباب يحبوا كتباتي الدرس الآخر الذي قدمتنا هو درس الإبداع ودرس التحوضر والموضوعية والعلمية وأثبتت بسلوبها وبطريقتها أنها طريقة ناجحة عجز جميع المتصدين لها عن مقارعتها الحجة بالحجة على الإطلاق لا يوجد أحد استطاع مواجهتها إلا بكلام عام والبعض يقول مثلاً محمد أمارك واجهها لكن الرجل ما واجهها الرجل قال لأنه أردت مألواتك غير كافية ليست مواجهة حقيقة لما فشلت في مواجهتها لأنها كانت مواجهة بالعقل الحر الدقيق الذي ينقب ولا يساير ولا يداهل ولا يجامل ولا يبحث عن مصالحها الخاصة بينما دائما جميع منافسيها أو جميع المترضين عليه لديهم مصالحهم الخاصة ولديهم علاقاتهم ولديهم خشتهم على أمجاتهم على وضعهم المالية والمادية والوصولية والسلطوية أبوماً كانت كتاباتها بأكملها عبارة عن ثورة هي بحث ذاتها كانت ثورة بكل ما في الكلمة المعنى وهذا لكنها ثورة ألمية رصينة انتصرت لقضايا المرأة وحتى يعني ما أحد استطاع أن ينكر هذا القدرة وهذا التأثير الكبير على واقع المرأة خاصة المصرية والعربية كتبها وما زالت تباع بالملايين وكانت كلها كلام دقيق وواضح لا يقبل يعني ولد تحراج لكل هذه الطبقات من المستبدين ومنتفعين حبر كتبها تعلم جميع قواعد التحذر في الحياة ومعنى وقيمة المرأة عرفت ودفع الثمن غالي لهذا الأمر عرفت السجن والظلم ويعني مع أنه أغلب اللي الآن ينتقدوها قراره هنا ما قارئ لها أي كتاب ولا يعرفون حتى تاريخ أما يعرفون فقط يعزبون على نفس الإيقاء ونفس الموجه المضادة الكارهة لكلام الصريح وما يسمى كلام صادم ما تركته ودوال السادة وخلفها بتأكيد ما راح يضيع ومهما حاول الدجالين بالعكس الدجالو هم الذين سيضيعون وستخفض أصواتهم وذين يتذكرهم أحد إلا بالعار والشنار كما حدث مع غالي له سابقاً ومع برونو ومع المفكري مع نجان جاك روسو واجهوهم وحاكموهم وبعض عدموهم الرجال الدين أو المحافظين أو المتطرفين والتاريخ انتصر لهم الأمر درس الإنجاز والعطاء الذي لا ينقطع بفضل السعداوي تغيرك وشاد نظر ملايين سيداء بل حتى الرجال العرب ليس على مستوى العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة إنما في جميع مجالات الفكر والدين الحياة صار واضح أن القضية ليس قضية مساوات يعني كما أشاعر بعض الرجال الدين مساوات أن الرجل يساوي المرأة جنسياً وكأنه نأهيه وقضية القضية أنه نالك مساوات في الحقوق وفي الواجبات وليس قضية أنه يعني يعني قضية عضاء جنسية متشابهة هذا موضوع مختلف تماماً كما يشعر عن بعض من الجهلة ما يا ربي يصورون أنهم الدعوة للحساوات بين الرجل المرأة يا الدعوة إلى أن يكون يكونوا جنساً واحداً أو يعني ما أعرف شون يصورون أن المرأة ورجل قضية جنسية فقط إنما قضية حقوق وفكر وتربية وتعليم ومجتمع متعاول متفاهم متحضر يطمح لهم المستقبل فليس الأمر يعني مجرد مسألة دسدية أو غريزية أو جنسية كانت هنا لهذا كانت هنا من أول من أوائل أو من كبار المطالبين بتحريم وتجريم ختان الإنار وهذه المواجهة كانت مشجاعة جداً كانت من أقتها ويخشد جميع التورط بها لأنها مواجهة تصدم مع كل شيء تقريباً يعني مع المجتمع مع العرف مع التقاليد مع الدين مع السلطة مع كل شيء تقريباً فمع هذا كانت من الشجاعة بحيث رفعت صوتها وكما يقال قلبة الدنيا عندما كفت أحد الفتيات وأمرها 10 أو 12 سنة بسبب ختان الإنات وهي أيضاً تعرضت لها حين كانت أمرها ست سنوات تقريباً فالمهم هي هذا بسبب بسبب هذا الإصرار حتى عملها خسرتها سنة 81 وكانت تعمل وزارة الصحة خسرت عملها حتى دخرة السجن سنة 81 وكتبة كتاب حول هذا الموضوع لأنها كانت أيضاً من كبار مؤارضة رئيس الراحل ألوان السابر المفارقة بعد أقود 30 سنة تقريباً من هذا السجال تم تجليم ختان الإنات في بصر وبإصدار فتوى رسمية من دار الإفتاء والبيان والدار الأسهر وقال أن هذه العملية جريمة ومحرمة يعني المفارقة لم يذكرها أحداً أنها كانت لها الفضل في ذلك ولكن بالعكس استمر الهجوب عليها وهذا سوف أفسر السبب مرة أخرى في كتابها وجه العاري لمرأة العربية روت تجرباتها الخاصة حين تعرضت للختان وكان أمرها 6 سنوان وصفت حجم الألم الجسدي والنفسي التي تعرضت بسبب هذه العملية وطبعاً هذا الكتاب حربت بشدة لكنه كان صرخة كبيرة لم يستطع أحد تغافر عنها وغيرت الكثير من القيم السائدة وهي كما قلت نجحت بتحقيق ما لم يتحقق لعشرات القرون وفازت بقرار من الختام لم تكتفي بكل ما فعلته وواصلت حتى اللحظة الأخيرة من حياتها المشاركة في كل مطالبة بحق وثورة ضد الظلم وضد الاستبجاب وكانت هي يعني رفيقة عدوة السلطات الاستجدادية والدكتاتورية وحتى هي كلنا نذكر مشاركتها بوسط ساحة التحريب ثورة مصر على حسن مبارك بيام الربيع العربي ووجودها وحضورها لهم كبر سنها أماريتها يعني تقريبا 80 سنة وكانت موجودة بالوسط وتهتف مع الشباب وتحييهم وتشجقهم وتدخلهم طالبوا حقوقهم هذه عظمة توالسة أداوي يكشفها أيضا موقف الإسلاميين المتعصبين منها هؤلاء أصدروا وبعد ذلك فتوى كما قلت بتحريم الختار الإناث واعتبروه لأنه ليس من الدين ونسوا كل كلامهم من قديم وبدل من أن شكروها استمروا هم وأتباحهم الببغائيين بتكفيرهم هذا الموقف المتناقض طبعا يكشف آلية عمل الدماغ الديني اللي هو متعصب ومتحجر ومتكلس بطبعا هذا أنا أقول إنها وعدة من أهم قصائص الأليان أموما إنها إنها دائما معادلة التغيير وكما يقولون بضبط المحافظة على الثوابت ليس المهم ما هي الثوابت الأغلبية لا يفهم لا يعرف ما هي الثوابت أصلا يعرف كلمات إنه كذا 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 لكن لا يعرف ما هي الثوابت مهم وأيديه شيء ثابت يتبعه كما خلف القطيع وإنتهى الموضوع إنه هناك شيء واضع مؤتاد عليه ويستمر به إلى النهاية أي شخص يأتي يعكر الطريقة قاله بالنسبة إلي كان خطر ويجب التخلص منه هذه الفكرة الدينية هي العصب الرئيسي لكل الأديان وأعتقد أنه كل شخص أدي نظرية تثبيتاني كاتبها ويعني شارحها في مكان آخر المهم هو أن هؤلاء يفكرون بأن هناك شخص صوق ضد الثوابت إذا أجي شخص القائد الشخص الذي يحتضن هذه الثوابت ويتبناها كشيخ أو إمام أو ولي أمر كبير هم يتبعون ما يقوله تغييرت الثوابت بالنسبة له هم يصيرون خلفه أما الشخص الذي اعترب على الثوابت فهو يبقى دائما مكروها مطرودا لأنه الفكرة أنه هو اعترب فقط وليست الفكرة أنه هو صح أو غلط أفرغ الفيديو ونشرب بالموقع مالكي وتشوفون التفسير أكثر بهذا المجال أنا أقول أنه كانت دوال السنداوي جريئة جدا وحتى طالبت بمساواة الرجل المرأة بالرجل بقضاء الميراث وأيضا إلها مواقف مشهورة ضد حجاب المرأة وقالت أنه هو رمز للطهاد المرأة وأنه ضد الأخلاق لا أحتاج أدخله أدخل بحجابي بفضل أنه ارتديت حجاب على رأسي لأنه أدخل بفضل أخلاقي وسلوكي قالت أيضاً يعني عودة من الأسئلة الغريبة اللي قالتها قالت أني من رسلها قال أنت مسلمة؟ قالت ما أعرف أي إسلام تقصدون يعني إسلام مصر والسعودية فقالت أن كل منطقة بها لضعام سياسي يتشرح أو يسير الإسلام اللي عجبه فهو قضية الإسلام ووجود إسلام واحد قضية يعني غير حقيقية وغير موجودة والكل يتحدث عن الدين الصحيح وغير السهل فقالتها قضياني رح أجاوب عليها بعدها الدرس الآخر اللي قدمت لنا يا نوال سالا هو درس القدرتها القدرتها على الكشف عن عورة الواقع وبفضلها تغيرت وشان نظر ملايين السيدات ورجال العرب فهي كشفت عورة السلطة والمجتمع والفراث وجعلت القول المهيمة عليه تكشف عن وجهها الحقيقي وعن استعدادها للتعبير عن مواقفها بالعنف واستحانة بالإنسان وكل حاجاته وحقوقه هذا الأمر أثبتت طبعاً الواقع بل مليون واقعة أنا أكد بأن النظام الديني نظام فاشل وضعيف أيضاً ضعيف في المعنى في البنيان لهذا السبب هو يخلي يعني يخلي دائماً ضد أي فرصة للتطور فاشل بحيث لا يستوأب أي نقط عندما تكون أنت ضعيف ضعيف الحجة لا يوجد حاجة لا يوجد حاجة أن تفرض نفسك على الآخرين بالقوة وبأي وسيلة كانت حتى لوكاهز الكذب والتشهير والقتل وأي فرصة وهذا مغروف طبعاً لا يحتاج أن يشرح الجميع درس آخر قدمتنيها نوال سعدا هو درس التعبير عن الرأي وسميته الدرس الرأي الحر مقابل الرأي القر القر يعني من الأقرار أخصد بس هو اشتقاق مصح لغويين لا يجوز لكن أنا على مول السجع فقط نوال سعداوي خلال هذا الدرس أثبتت أدوانية الخطاب الديني ورفضه لأي رأي آخر وهذا يعني واضح بموقع الإسلاميين ضده وخاصة يعني بعد وفاة حديهم وأنها كانت تحارب الإسلام يعني هذا يعني أنه أصبح كل رأي في أي قضية لا تعجب الإسلاميين تعتبر إعلان حرب يعني هل سمعتم أكثر من هذه اللغة وأدوانية وإهانة الآخرين لماذا يصبح الرأي والفكر والاختلاف أعلان حرب ضد الدين يعني ما الحاجة لهذه المبالغة والتهويل ثم ما يضير الإسلام لو انتقده أحدهم يعني هل هو ضعيف كما قلت إلى هذا الحد وحساس ورقيق يعني بحث ما يحتمل نسبة نقد عابرة الجواب لا الأمر مو هكذا لكنه الغرور والتكبر والشعور بمتلاك الحقيقة وهذا الشعور طبعا يعني يوضح بأن صاحبه ودائشي بإمتياز يأتي من هذا السلوك أنه يصبح الدين مجرد شعار بالأمام ضمن كل شيء ولا شيء في الوقت نرسل ولا أحد حتى يتحدث عن الدين ما يعرف شنو بل أنه بلا مضمون بل أنه مضمون خارج الواقع وخارج تاريخ وخارج العقل وخارج المنطق يصبح بس الهدف الوحيد هو وحدة القطيع وحدة يسموها وحدة الجماعة خلف نص واحد وزعيم واحد وإله واحد ورأي واحد يعني مجرد روبوتات بشرية يحركها رجل دين وبعد يجلس وين يبقى على أطراف الغيم لا أفهم شيء يعني عجيب لا أعرف شوان الفكرون لا أفهم المهم هذا جعل الناس يفكرون بطريقة نمطية وهذا السلوك يعني يعني حلقة لأخذ ستة تشوف أكواعا يدافع عنك أمرأة تدافع عن حقوق النساء وتدافع عن حقوق في الحياة في الاحترام في الحقوق في الواجبات هذا يدافع عن علاقة الأصبت يعني لماذا تغفض هنا؟ بالنتيجة ستصل بصالحة والدينك بالعكس ستتحسن أكثر سيصير أكثر قابلية يعني يبطى حقوق للآخرين أكثر قابلية على أن ينتصر للناس يعني دين لا ينتصر للناس من ينتصر لهم؟ الرجال الدين يقولون لا بالعكس يقلبون المعادل يقولون لا الناس تنتصر للدين يعني والأولوية للدين على الناس فاتخيلوا يعني مدى مدى استبدادية هؤلاء ومدى قدرتهم على غسل بحيث جعلوا الناس يفهمون الأشياء بالمقلوب لتخيل أن الدين أهم للإنسان إذا لم يكن أين يذهب للدين تخيلوا المسألة هذه الفقرة لدي نقاط كثيرة سأتركها بالمقال الدرس الآخر الذي قدمتنيها درس كبير جدا ومهم جدا و هو درس أحذر من المعاقبة المستقبل لك وأقول فيه أيها المتعصبون احذروا من التاريخ فهو فأنه سيلعنكم نوال السعداوي فضحتنا في حياتها ومماتها فما ذا كشف رحيلها عنا هل قررنا أن نعيد النظر هل قررنا أن نعيد التفكير في مواقفنا أم واصلة الحرب والجدار والخلاف لماذا نحن منفعلون غاضبون متحيزون لا نطيق رأينا مختلفا ولا قولا يناهض قولنا يعني متى تتحسن روحنا متى ننظف روحنا من الأحقاد وعقلنا من التشوهات متى نرى حياتنا بطريقة سهلة بدون تعقيد نرى هذا العالم كما هو وبدون أحكام جارفة وتصنف العالم أو الناس والأشياء حسب مزاجك وحسب رأيك لكن لا تفرض رأيك على الآخرين دع الأشياء تتحرك وتتلم منظر نظر آني أقول عن رأينا سلبا أو إيجابا بهذه المرأة التي خالدة والمؤثرة الشئنا أما بينها فهي لا بد من إعترام بأنها كشفت عورتنا وها قد بانت بشكل كامل بعد رحيلها وبامتياز آخرون مثلا قالوا ماتت وعادت إلى الطبيعة التي تؤمن بها وأنها لن تنال الرحمة بعد موتها هذا القول يكشف يعني كما ذكرت آلية التفكير اللي تحدثت عنها سابقا فهذا الشخص ما يشعر بأن هذه الطبيعة اللي يسخر منها نفسه ما يستغني عنها لثواني يعني كيف يتنفسها هذا الهواء أيسه هو هو هواء الطبيعة فكيف له أن يستغني عن الطبيعة اللي يسخر منها لثواني تخيلوا كيف تنقلب المقاييس والنمط التفكير وكيف استطاع الكهنة ورجال الدين المزيفين يعني امتصاص كل قدرة نقدية لملايين من البشر هذا أتخيلك واحد منهم قال يرحل عداء الإسلام ويبقى الإسلام شامخا يقول مثلا بعضهم قال كيد الأعداء لأن يزيد الإسلام والمسلم إلا تشبثا وترسيخا لماذا هذا الخطاب العنيف؟ لماذا تحب يبقى الإسلام شامخ؟ يعني شامخ كيف؟ يعني شامخ بالجبروت ووحشية أتباعي أم بإنسانيتهم وأخلاقهم الرفيعة؟ يعني ما ما أقول لأنه مرأة يأتها أفكار مختلفة ما هي المشكلة؟ يعني من حقي وعد أن يفتخر بإسلامه مثلا وقوته لكن القوته ليس معناتها أنه هو وقوته هو بعلفه وبسلم حقوق الآخرين وكتم أنفاسهم وغلق أفواههم هذا ليس شيء قوي هذا على الضعف وليس القوة منطق العالم المهاصر مهما سمعنا من دعايات وكلامه هذا قائم على الحوار والتفاهم والتفاعل والتماقل والتلاقح والتعاون والتنوأ وهي كلها ما يعني يعني كمسلمين معاصرين ما نجيدهم بل أصلاً ما موجودة بقاوم مسلم مرات يطلعونها التسامح والمحبة والدين هذا كلام عرهم بس بالحقيقة ما موجودة كل ما نفتقر به هو بجرة فشخرة مزيفة راح زمانها وضعت البوصلة يعني بوصلتنا كبشر كأناس أننا قدر على أكتشاف حقيقة تقريباً راح نضيع فعلينا نسب عنفسنا ونرقد أنفسنا في اللحظات الأخيرة لم نعد هناك متسال لأن نغطز في الهاوية أكثر من ما نغطسون فيها الآن الدرس الآخر المهم ما قبل الأخير هو درس ما بعد الموت أنا كما أقول أنه أنصح كل واحد يسوف الكلام أو يتخذ موقف ضد قيم الحضارة والتقدم والألم أن يراجع موقفه هذا الدرس الذي قدمته لنا نوال السعداوي علينا أن نراجع أنفسنا وأن نراجع مواقفنا والأهم نراجع عقلنا هذا العقل الذي الذي نمتلكه الآن والذي تمت تعبئته بطريقة الجزء الكبير فيه تمت تعبئته بطريقة عنيفة ومقصودة وكان هدفها استغلالة واستعباطة هذا التاريخ أنا أقول أنه مهما طالت ألسنة الجهرة راح ينتصر حتما لأمرأة عظيمة مثل نوال عظيمة شينا ما بيننا يعني سواء كنت معها وضعتها هي عظيمة ولأنه ترك التأثير وهذا هذا المرأة التاريخ يلعن كل واحد متخلف ومتعصر وقفوا بوجهه ستكبر كل يوم من أيام المستقبل في كل يوم من أيام المستقبل وسيصغرونهم في كل يوم من أيام المستقبل حتى تأتي اللحظة التي يلتفت إليهم حتى أحفادهم أحفاد أحفادهم يلتفت إليهم يقول انظروا هؤلاء ماذا فعلوا كم تسببوا في خسرهم طاقاتنا في هذر طاقاتنا وقدراتنا كشعوب وكبشر نوال ساداوي أثبتت أنها بذرة أنبتت شجرة كبيرة داخل كل عربية وعربية أخطر ما فيه نوال ساداوي وأهم شيء أنها كانت أن ما تقوله كان سيوقع مهما تغيرت الأصول الزمان لماذا؟ لأنها روح خالدة قالت قولها وطرحت أفكارها وما ممكن أي واحد مننا أن يقف أدها ويتجاوزها لابد من الالتفاة إلى ما قالته نوال ساداوي لأنها ستكون أساس للمستقبل الناجح لجميع العرب والمسلمين والبشرية بيكملها الساداوي من هنا أقول صوت حر وكل من يقف في وجه سيخسر حتما ولن يربح إلا العار والشمار كمان قالت هي رمز تحرير المرأة العربية وأيضا رمز تحرير الرجل وكل شيء في العالم العربي وهي ضلت حتى آخر تصارع قداء ظلام وتصارع مجتمع مفتطف أرغم على الوقوف ضدها لكن الأهم أنه سمع رسالتها وفهمها قادنا وأشتألوا هل تعرفون ما هي جريمتي؟ جريمتي أنني امرأة حرة في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد ولدت بعقل مفكر في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل أنا أقول لها الأمر لا يتعلق بالجواري فقط إنما برجال الأتباع الذين جرى حجب أقولهم بلا حجاب والذين سمعوا وأطاعوا لا كما تطيع الجواري فقط إنما كما تطيع المواشي والعبيد الدرس الأخير الدرس رفع هالة القداسة عن الدين ورجال الدين قالوا عنها ملحدة وطعنت في ديننا وإسلامنا وسؤالي وأين المشكلة في هذا؟ من حق كل إنسان أن يطعن في الدين والإسلام الموجود ورجاله كبيرهم وصغيرهم قديمهم وحديثهم هل تعتبرون هذه حجة دامغة على أن من ينتقد هو ملحد وضج الدين بالضرورة؟ أي اتحامات قل أي اتحامات هذا الدرس كشفت على مناله وكثير مفكرين من أمثالها حتى تضع على مواقف رجال الدين ليست مقدسة وأن دينهم هذا ليس مقدسة بهذا الدرس الذي قدمته نوال أثبتت بأن رجل الدين لا هو مقدس ولا الدين الذي يحكي باسمه الأمر كله أبارة صناعة الفقهاء والتحالف مع سلطات غاشمة وقوة مهيمنة وهدف الوحيد استغلال الناس ونهب أموالهم وطاقاتهم الدين يهيمن على الحياة كما نعرف ويدخل في جميع تفاصيله فلماذا نرفض انتقاد أحكامه ونتهجم على كل من ينتقده؟ هو موجود بكل شيء لماذا لا ننتقده؟ ما مشكلة؟ أما الذي يحتاج يقول لا هذا الدين لا يجوز انتقاده نقول له تعال هل يأجبك هذا الدين الموجود؟ هل تجده دينا كاملا؟ ماذا أقدم لك هذا الدين الشارع؟ ماذا أخذ منك؟ كم تضحي من أجله أنت؟ وهل ضحى من أجلك يومك؟ أنه يضع نفسه أهم من عندك هو أول ركب من أجل الدين أنه يعتبر الدين ورجال يعتبر نفسهم أهم منك وأهم من الإنسان وأهم من المؤمنين كلهم فهذا السؤال ماذا قدم لك الدين؟ هل أنت لديك جرأة أن تجيب على هذه السئلة؟ هل لديك جرأة أن تقول أن هذا الدين الموجود يعجبك يعني؟ هل لديك الشجاعة التي تجيب على هذه الأسئلة؟ أمامك ثلاثة خيارات وهذا هو الدرس الكبير الذي أحرجت فيه نوال الجنية؟ أما أن تقول أن هذا الدين جيد ولا شائبة فيه؟ وهذا نفاق صريح؟ أو أن تتملص وتلف وتدور وتتحجج بقصص تجار الدين أو عدم تطبيق الدين الصحيح أو محاربة الكفار للإسلام؟ إلى آخره من هذه الحجج الجاهزة والتي لم تقلم للناس الذين فكروا فيها؟ هذه رديت عنها أيضاً بالفيديو وأثبتت أن من يدعيها هو ملحد ومشرك بالله أما الحل الثالث أمامك فهو أن تتخذ موقف الناقد والمؤترب والمدافع لحقوق المستابلين والمرضومين وكما فعلت نوال بالضبط هناك شامتون بوفاة دوال الساداغي أنت اختلفت معاها هل تعتبر نوفاته وأقاب له على اختلافه؟ يعني البعض قال نحن الباقيين وهم الراحلين وقالوا الإسلام باقي رغم حق الحق غير المشكين وإلى آخره من هذه الأقوال هذا التفكير يعني يوسم صاحبه بما أسميه الشلل العقلي قبل أن يصم الطرف الآخر أو المخالف له لأنه يصور الأمر وكأنه صرق في حلبة ينتهي بموت أحد الطرفين وانتصار ما يعتبره الحق وهذا وهم مضحك يكشر ضحالة هذا التفكير يعني وأيضا تلذذ بالشماتة بالأمرأة يعني توفاها الله في التسعين من عمرها يعني قبل وفاة أعداءها فالهذا دليل على أن وجهة نظرهم صحيحة؟ بالعكس تماما أخيرا السعداوي صوت حر سيخسر حتما كل من يقف بوجهه ويعاديه نوال السعداوي هي رمز تحرير المرأة والرجل وكل شيء في العالم العربي أمرأة ضلت حتى آخر أنه في سلاها تصارع كالعرض الظلام ومجتمعا مختطفا أردم على أن يقف ضدها وفي الحقيقة هو وقف ضد نفسه لكنه وهذا أهم في الأمر أنه سمع رسالتها وفهمها وسيرد لله الجميل قريبا وقريبا جدا